موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم عائلة الغالية كيف هي أحوالكم مع تربية طيور الزينة في هذه الحلقة إن شاء الله وتلبية لمجموعة من الطلبات التي تسألني عن كيفية تقديم الخرب للطيور والطرق التي يقدم بها وهل بدره سامة أم لا كل هذه الأسئلة سوف أجيب عنها في هذه الحلقة بشكل تطبيقي وخطوة بخطوة لكن دون تطرق لفوائده ودوع استعماله لأنه يوجد فيديو توضيحي أشرح كل ذلك لذلك من أراد التوسع أكثر معانيك عزيزي المشاهد سوى الدخول للرابط الذي سأتركه لكم في صندوق الواصف لكن قبل البدء ألمرجو منكم المزيد من الدعم والاشتراك بالقناة لمن لم يشترك بعد لنصل بفضلكم إلى عشرة آلاف مشترك والذي أصبح قريبا جدا وعلى بعد خطوات قليلة خاصة مع هذه الحملة الشريسة التي يشنها بعض البعاء وصماصر الطيور الغير شرفاء على القنوات الجديدة التي تتناول مواضيع تربية الطيور الزينة وذلك حتى يسترزقوا بشكل غير مشروع على حساب الهوات الجدد والعائلات وينصفون عليهم عند بيعهم للطيور وأنا واحد من بين مجموعة من مرب الطيور في المنازل وأملك قناتي هذه حيث أقوم بفضح ألاعبهم كل مرة حيث قاموا بوضع السينيالات على بعض فيديوهاتي مما أدى إلى حضرها والتي فضحت فيها الأتمنى الخيالية التي يبيعون بها طيورهم والطرق الاحتيالية التي يتبعونها ونتيجة لهجومهم على قناتي فقد توقفت عن تحقيق الربح لكن بفضل من الله تعالى أولا وفضلكم تانيا سوف نعود من جديد وأقول لهؤلاء الحساد والباعة نصاب وغير شرفاء سوف أعود لكم من جديد ولن أتوقف عن هذه الفيديوهات التي أفضح من خلالها ألاعبهم وذلك نابع من حبي لهذه الهواية الجميلة أما الآن فلنبدأ على بركة الله فكتذكير إخواني الأعزاء فالخرب هو هبار بني لطيورنا باعتباره أقوى محفز جنسي للتزوج والإنتاج بدون منازع وذلك لأن معظم الشركات تعتمد عليه لإنتاج الفيطامينات والمهيجات الجنسية التي تحتاجها طيورنا كالفيرتيفيت وفيطامين أرد ترواؤه وغيرها وكجواب لمن يسألني هالبدور الخرب سام أقول له لا بل تعتبروا جوهر هذه المادة وسوف أحضره أمام عيونكم دون رمي البدور ثم أقدمه لطيوري مباشرة لتتأكدوا وينتهي هذا الشك فكما ترون أعزائي الكرام فإننا نحتاج من ثلاث إلى أربع حبات أو أعواد الخرب على هذا الشكل حيث نشريه من عند بائع التوابل وبعد ذلك نقوم بغسله جيدا بالماء ثم نضعه في الطنجرة ونضيف له من 1.5 لطر إلى لطرين من الماء وأنا هنا أستعمل ماء الإناء الطيني أو الجرة أو كما نسميها باللهجة المغربية الخابية لأنها وعن تجربة وكلكم يعرف ذلك أنها تصف الماء من كل الرواسب والبقية الدقيقة كالكالكير والتي تبقى عالقة بالماء لذا فهي صحية للإنسان والطيور وأنا عن نفسي لا أستغني عنها منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا المهم بعدما نضع الماء والخرب في الطنجرة نقوم بإغلاقها حتى لا تتبخر الزيوت الطيارة المهمة والتي هي جوهر كل نباتات والبضور المهم نضع الطنجرة على النار لمدة من خمسة عشر دقيقة إلى عشرون دقيقة ثم نزلها ونتركها لتبرد لمدة من 6 إلى 12 ساعة دون إزالة الغطاء للحفاظ على الزيوت الطيارة وكما ترون فبعدما تركسها لمدة ليلة كاملة نفتحها بهذا الشكل أي الجهة الداخلية نتركها موازية للطنجرة وها أنتم ترون الزيوت الطيارة المتجمعة في غطاء الطنجرة وهي على شكل قطرة الماء بسبب البخارد ثم نقوم بتصفية الخروب باستعمال مصفات أو توب شفاف لنحصل على محلول مركز للخروب ثم نحتفظ به في قنينة زجاجية ونضعه في التلاجة حيث نقدمه لطيورنا بمقدار تولة المشربية ونملأ الباقي بالماء المعدني أو من الإناء الطيني ونقدمه لطيورنا لمدة 24 ساعة ثم نزيله حيث يقدم مرة واحدة في الأسبوع في مرحلة غيار الريش وفترة الراحم ومرتين في الأسبوع في فترة التجهيز ومن ثلاث إلى سبع مرات متتالية في الأسبوع في فترة الإنتاج والتزوج إلى أن تضع الأنتاء آخر بيضاء ثم نزيله كما يمكنكم أعزائي الكرام تقديمه على شكل مسحوق حيث نأخذ أربعة أعواد خروب كما وضحت لكم في البداية ونسحقها جيدا بالمطحنة الكهربائية دون رمي فدوره لأنه كما قلنا بأنها أهم جزء في الخروب أما الكمية التي نقدمها لطيورنا فهي على حسب عدد الطيور الموجودة عندك فإذا كان عددها كبيرا نقوم بوضع ملعاقتين صغيرتين من مسحوق الخروب في 100 جرام من الباطي أو البيض المسلوق المبشور أو الخلطات كالخضر والفواكه أما إذا كان لديك زوج أو زوجين من الطيور فنضيفه نصف ملعاقة صغيرة من مسحوق الخروب في معلفية الطيور سواء مع الباطي أو البيض المسلوق المبشور أو مع الخلطات كالخضر والفواكه وذلك لمدة ممثلة لما ذكرناه سابقا عن محلول الخروب وبهذا أعزائي المشاهدين نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم حيث شاركت معكم الطريقة الصحيحة التي أقدم بها الخروب لطيوري بشكل تطبيقي كما أنني سوف أقدم سلسلة من الحلقات التطبيقية التي سوف أشارككم فيها كل المكونات والعناصر الطبيعية التي أقدمها لطيوري وحتى لا يبقى ذلك فقط نظري وتعليمي وحبر على ورق وإلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء وشكرا اشتركوا في القناة موسيقى